في سؤال بيقول مرحبا كنت عايزة اسأل سؤال لأبو نارمية عن الوقت الصحيح لصلب المسيح يسوع ففي إنجيل متى ومرقص ولوءة يذكر أن صلب المسيح يسوع بعد عيد الفصح عندما أكل المسيح الفصح بينما إنجيل يحنى يذكر أن صلب المسيح كان قبل عيد الفصح عندما كان الجميع لاستعداد في عيد الفصح فعلا السؤال ده كان مشكلة عندنا ونقول طب المسيح أكل الفصح يوم الخميس بالليل واليهود في إنجيل يحنى قالوا إن المسيح لازم ينزلوا المصلوبين علشان يأكلوا عيد الفصح يوم الجمعة الساعة ستة الموضوع ده كان محير وكنا بنبحث فيه ومش عارفين نوصلوا الحل حتى في دراسات اللاهوتية كانوا بيقولوا إن الفصح يتاكل بين العشاءين إيه هو بين العشاءين؟ يقولوا إن اليهود عندهم ثلاث وجبات الوجبة الأولى اسمها الفطار الوجبة التانية اللي احنا بنقول عليها الغدا اسمها العشاء الأول والوجبة التالتة بالليل العشاء التاني فعني بين العشاءين يعني ما بين الساعة ثلاثة لغاية الساعة ستة ده اللي كنا بنتعلمه لكن نعمة ربنا سمحت لي في بداية التمانينيات أتقابل مع حخام كان جاي في تجارة مع واحد صديق لي وبعدين أنا رحت زور صديقي فلاقيته هناك وهو هناك سألته السؤال ده قلت له تقدر تقول لي عشاء الفصح بتاكله إمتى؟ إحنا عندنا فكرة كذا كذا زي ما أنا قلت قال لي لا إحنا عندنا فطار وعندنا غدا وعندنا عشاء طول مال إزاي الفصح يتاكل بين عشاءين؟ قال لي إحنا عندنا اليوم يبتدي الساعة ستة المغرب مش 12 بالليل إحنا عندنا هنا اليوم يبدأ بعد 12 بالليل اليهود والكنيسة القطية عندنا اليوم يبتدي الساعة ستة المغرب يعني يوم السفت الساعة ستة المغرب بنقول عشية الأحد عشية الأحد يوم الحد الساعة 6 المغرب اسمها عشية الاثنين فالفصح يتاكل ما بين العشاء الاول والعشاء التاني يعني 24 ساعة ممكن تاكل فيهم الفصح فكان العشاء الاول يوم الخميس الساعة 6 المغرب الساعة 6 المغرب بدأ عيد الفصح العشاء الاول وده اللي كان فيه المسيح مع تلاميذ الفصح اليهود اللي هما رؤساء الكهنة وكلهم كانوا مشغولين بعملية ازاي يخلصوا من المسيح بس يلحقوا يأكلوا الفصح قبل يوم الجمعة الساعة 6 المغرب اللي هو يأكلوا الفصح قبل نهاية العشاء فالمسيح يسوع انجلمتة ومرقص ولوءة ذكروا ان المسيح عمل الفصح يوم الخميس يحنى لما بيتكلم ما بيتكلمش على بداية الفصح بيتكلم على نهاية العشاء التاني ان عايزين يأكلوه ينزلوه من على الصليب قبل يأكلوا الفصح قبل ما ينتهي يوم الجمعة الساعة 6 المغرب اظن اتهم السؤال يعني بين العشاءين الفصح بدأ امتى يوم الخميس الساعة 6 المغرب ابتدى المسيح يروحه وتلاميزه ويأكلوا الفصح ممكن تأكلوا الساعة 10-12-1-2-8 الصبح 10-3 الظهر بس بعد الساعة 6 يوم الجمعة الفصح يكون انتهت فاليهود لما صلبوا المسيح مات الساعة 3 نزلوه الساعة 4 لحقوا يقل الفصح قبل الساعة 6 قبل ما ينتهي معاد العشاء التاني يبدأ العشاء التاني في الفصح